موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نبدأ بSynthesize the rate equation أورا بمعنى آخر نحن نحكي عن differential reactor differential reactor هو من اسمه ديفرنشل لما حياته ديفرنشل راكتور كثير صغير واللنكتاعته كثير صغير بحيث انه انا اذ دخلت في شو اسمه الرياكتنس بعطيني فكرة عن الريت كونستان بعطيني فكرة عن energy of activation بعطيني فكرة عن شغلات كثير او هي عن كينيتيك داتا بشكل عام انا دبتلكم تعريف منت بحكرة differential reactor is a reactor that induces a small conversion of reactants تمام؟ two products in order to gain data that may be used to calculate the rate constant energy of activation و الى اخرى فبالتالي الديفرنشل راكتور احنا نستخدمه عشان نحصل على الدياتا بدون من احنا نروح نستخدم الدياتور كثير كبير عشان نحصل على هاي الدياتا فبالتالي احنا نزعك ان احنا منعمل اكسبرمنت على شغلة صغيرة بدنا منروح نطبقها على شكل اكبر بحكيلك The differential reactor The length L is very small to the extent that there is no concentration gradient along this length يعني اللي بصير انه قناع إجهاراتィ قصة الأكلٍ أخرى بحيث أن الرياكننس يأستعب يتفاعل كent ما بيصير فينا Concentration Gradient الـ Concentration Gradient يعني اختلاف في الـ Concentration يعني ما بيصيرها الـ Concentration اللي كثير يعني كبير أوكي للـ Reactance فبالتالي بيقولك ان الـ Rate of Reaction بيصير يعتمد بس على الـ Concentration تعون A أوكي ما اعتمد على الـ Concentration تعون B أو C مثلاً أوكي فبالتالي هذا فهان انت زي ما انت شايف مثلاً في عين دخلنا A ودخلنا Inert دخلناهما بعض الـ Differential Reactor فعطونا طبعاً اختلاف الـ Conversion أكيد عطونا B أو C بس الـ Rated بالشكل العام بيتمد على A لانه أصلاً Small شو اسمه Reactor فبالتالي راي عطينا Conversion كثير صغير بحيث انه الـ Conversion سيكون كثير مهمة بالنسبة لـ Concentration تاعت A بالـ Product تمام؟ فبحكي لك ذلك The link is very small to the extent that there is no Concentration Gradient along this link This will help us to assume that the rate depends only on the Concentration of the Feet only components of the Feet only يعني زي ما حكنا انه الـ Conversion كثير صغير فبالتالي زي ما كانت دخلت ايه وطلعت ايه فهذا بعطيك فكرة عن الـ Rate بعطيك فكرة عن constant بعطيك كثير داتا بحكي لك انه الـ Concentration بحكي لك انه الـ Concentration طبعا الـ Inert بفوت وطلع ما بتفاعل مع الـ Catalyst ولا بتفاعل مع اي شيء بس بقدر يعطينا فكرة بقدر يعمل Control يعني بقدر نستخدمه لا يعمل Control الـ Concentration تعون الـ Inlet وكيف يعمل انه الـ Inert سيقوم بفكرة ويعمل كـ Control على الـ Concentration ويقوم بحكي لك يعني الـ Inlet لا يصبح لك على الـ Catalyst هناك مثل ايه بحكي لك بحكي لك بحكي لك بحكي لك ويقوم بحكي لك بحكي لك بحكي لك بحكي لك بحكي لك بحكي لك ستكون لديه مش لسي وطبعا هذا Assuming بحكي لك بحكي لك نحن نقوم بحكي لك هذه الـ 3 حالات إذا كانت الـ Adsorption RCS ما هي الرات اللي بتطلع معي؟ وإذا كان الـ RCS ما هي الرات اللي بتطلع معي؟ وإذا كانت الـ Surface Reaction ما هي الرات اللي بتطلع معي؟ طعم بقولك بحكي لك اللي بيصير فيه انه بأول شي بيبلش لينير كل ما يعني تزيد الكونسنتراشا مثلا انت بيبلش لينير بعدين بوصل لمرحل معينة بيصير كونسنت كونسنت لين فاحنا هزا بنا نروح نعرف انه من خلال هذور الريتس اللي هم الادزورشن والدزورشن والسرفس رياكشن اذا اعتبرنا كل واحد فيهم RCS اوكي اذا بترمانا كل واحد فيهم RCS اي واحد فيهم محتمل ان يكون هو RCS يعني عنهم واحد انسب ان يكون RCS بالنسبة للأكسبريمنتال داتا بالنسبة للغرافي اللي انا طلع معي لانه بيقولك يعني بناء على الهاتف هذا هو الهاتف المفروض يطلع معك فانت هل انك انت من خلال الهاتف و الهاتف باسم الكونسنتراشا تاعت A بهذا الديفرينشير انت بتقدر تعرف شو هو RCS أي واحد فيهم فبقولك اوكي الهاتف الهاتف بيبلش لينير يعني انت بتقدر تتبره زي هيك و زي هيك عشان لو بدك تختصر يعني اوكي هذا فجر يتطلع ان قد تطلع لينير بقاطينا شكل لينير و هاي بقاطينا كونسنتراشا بقاطينا كونسنتراشا فبالتالي بيحكيه لك خلينا نروح احنا لكل رايت الفرياكشن ونحاول نعرف انا واحد فيهم هل هي الهاتف اه هي الهاتف هل هي الهاتف او الهاتف او الهاتف فبأي بيحكيي لك انت بتفرنتشير حكينا ان كل شي باعتمد لأن الـ Concentration A ستكون كثيراً عالية بالـ Product مقارنة بالـ B والـ C فبالتالي نستطيع أن نهملها فمن خلال هذه المعلومة التي انا جبتها من الـ Differentiator سوف نستطيع أن نسمع بأي معادلة الـ Rate سوف نستطيع أن نسمع الـ C-B والـ C-C بحيث أن أعتبرهم صفر فأجب أن نسمع لك أنه مثلاً على مثال لو أخذنا الـ Absorption كبداية دعنا نرحب كبداية كيف تؤثر بـ Low Concentration B و Low Concentration C بمقارنة بـ A فإنما أنه هناك مثلاً بالـ Boost لديك C-B والـ C-C سوف تكونوا كثيراً صغيراً، مقارنة بالـ A فبعد نستطيع أن نعتبرهم مما صفر فإن تريد أن تستطيع أن ننخذ هذا الأمر قبل أن تستطيع أن ننخذ هذا الأمر لأنه في Concentration B كثيراً صغيرة و Concentration C كثيراً صغيراً فما يصبح R0 تساوي KF-CA ماذا التريند ؟ هاي لينير اكويجن يعني هاي ستعطيني هيك معناته هي ما فسرت ما فسرت ما اسمه ما فسرت الحركة اللي عملتها اللي عمله اللي الكنسنترشن تعت اي اثرت فيها على ريت او فرياكشن سحوله لا يعني هي اعطتني بس لينير تريند ما اعطتني الكنسنت اللي انا بدور عليه فبالتالي بنحكي انه هاي مش هي ال RCS طيب منروع اللي بعده منروع على منعتبن انه الديزوربشن نعتبن انه الديزوربشن هي ال RCS وبستخدم ريت او فرياكشن اوكي فانا ايش بقدر احكي برضو انه انه CB والCC كثير صغار مقارنة بالA فبقدر اروح امحي هاد وبرح بمحي CC بمحي C فشو بطلع عنا بطلع عنا KF على KFCA على K K'CA اوكي لما اعمل هاي الحركة انا CA بتروح مع CA فبطلع عندك الكنسنت على كونسنت بطينا كونسنت فبالتالي انا الرسمة او الRate يعني هاد الRate اللي اعتبرته RCS اعطاني فكرة انه الRate رح يظل له كونسنت طول الوقت وهذا الحكي مش مزبوط لانه انا بدي انه يكون linear بعدين يصير في عندي كونسنت ايه شو اسمه كونسنت value اوكي 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 فبالتالي فبالتالي بما انه هاي بتعطينا كونسنت اوكي بنا بروح نشوف في حال كانت السيرفاس الرياكشن هي الRCS فبالتالي بروح على السيرفاس الرياكشن اوكي هاي السيرفاس الرياكشن بينك في RCS بجيب اطلع بحكي اوكي سي بي و سي سي زي ما اتفقنا بدي امحيهم و سي بي طبعا كل واحدة انت بتروح بتعملها راتوف راكشن يعني كل مرة بتعتبر الأدزوربشن راتوف راكشن هي الRCS وبتحل عليها بطلع معك معادلة بعدين بتروح على السيرفاس الرياكشن بتعتبر لها RCS بتحل عليها معادلة بعدين بتروح على السيرفاس الرياكشن تعمل عليها RCS وبطلع لها معادلة فاحنا قاعدين منعالج هذول الثلاث معادلات وصلنا للسيرفاس الرياكشن انه هي الRCS فاستخدمنا المعادلة الفاينال تعتبرها اوكي سي بي و سي سي بنا نقدر نهملها السي بي بقدر نعملها شو صف عندي صف عندي صف عندي على واحد زائد كي برايم سي اوكي سهلو لا بما انه سي امام اوكي اوكي تعال ارسم الغراف معي انا اذا رحت رسمت الغراف خلينا نعتبر انه مش نعتبر يعني هو اكيد هنا في عندي الات اوكي على ال Y AX فاللي بصير اذا انت بتلاحظ انه اذا انا خلينا ناخذ هاي المعادلة اوكي ركزي على هاي المعادلة اذا انا اخد ها Very Low Concentration يعني انا بدي ابلش من هون Very Low Concentration شو بصير انه انه انت بتقدر تحمل هاي مقارنة بالواحد لانه ال Concentration كثير كثير صغيرة فشو بصف عندك KFCA على واحد فبالتالي شو بترجع بترجع عندي الينير اللي هي ال R0 تساوي KFCA اللي هي هاي اوكي فبالتالي ببداية انا اتلو Concentration خلينا نعتبر انه اللو Concentration توصل لهون بعدها بتبالش ترتفع كثير كثير اوكي بالتالي اتلو Concentration رح يكون في عندي الينير طب اذا انا رفعت ال Concentration تحت اي كفاية بان انا اقدر احكي انه هاي شو مالهم انه هاي اكبر بكثير من الواحد اوكي فبالتالي باهمل الواحد بصير عندي KFCA على K فتحة CA وعلى هكينا انه CA يروح مع CA فبصفي عندي KF على K' صح؟ فشو بصفي عندي بصفي عندي فبالتالي المعادلة بصير شكرا زيك فانا بقدر احكي انه اوكي باستخدام ال Experimental Data انا طلع معي هذا الجراف وفرضي انه surface selection هي RCS برضو طلع معي نفس الجراف بمعناتو بقدر احكي انه surface reaction في هاي الحالة هي RCS اوكي this explains the behavior of the experimental data and therefore the surface reaction is the RCS لهون انا بكون خلصت الموضوع كثير بسيط اتمنى انكم تكونوا فهمتوا لهون ويعطيكم الفاف اشتركوا في القناة